هاتي حتة لحمة مفرومة ولفة جلاش كسرية وقطعيها وعملي احلى اكل الاولادك بدون توريء ولا مجهود وكمان بدون متورقيه هتعملي الجمال والحلابة واللزازة اللي انت شايفاها دي شايفين يا جماعة وصفة سهلة اقتصادية والشكل اكيد طحفة جدا والطعم جميل جدا 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 نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تدوسوا لايك للفيديو اللايك ببلاش اللايك مش بفلوس شايفين يا جماعة وصفة حلوة جدا وشكلها جميل جدا والطعم طحفة جدا والريحة جابت اخر الشارع اول حاجة جماعة لو عايزين تعملوا كده الصينية صغيرة ممكن تستخدموا لفة جلاش واحدة عايزين تعملوا صينية كبيرة ممكن تستخدموا لفتين جلاش هنبدأ اول حاجة كده بالسكينة نقطع لفة الجلاش بشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بس كده يا جماعة من غير اي حاجة خالص هنقطعوا كده ونفتفتوا لو عندكم لفة جلاش في الفريزر بايزة ومتقطعها وسايبينها بقالها كتير طبعا بايزة دي انها سليمة اكيد تتاكل ولكن متكسرة ومتفتفتة معنا كده وزي ما حضراتكم شايفين هنبدأ كده نطلع الجلاش من بعضه بعد ما قطعناه مش عايزين اتنين يكونوا لازقين في بعض يعني هنحاول احنا نفرفته كده ونحركه بادينا بس كده بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا اي صينية انتو عايزينها طبعا انا عامل لفة جلاش صغيرة فعشان كده هتجيب الصينية اللي حضراتكم شايفينها دي اي صينية بايريكس ممكن تستخدمه كبيرة مفيش مشكلة هتجيبه اي مادة دهنية زبدة سمنة وبعد كده هتبدأوا ان انتو توزعوها كويس جدا 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 وبعد كده هتبدأوا بقى تنزله بنص كمية الجلاش وليكن مثلا لفة الجلاش دلوقتي 350 جرامي انا ممكن نخلي نص الجلاش كده والنص التاني هنركنه على جنب بعد كده يا جماعة هنجيب بالزبط اقل من 8 كيلو لحمة مفرومة يعني معلقتين لحمة مفرومة بس وممكن كمان تحطوا البهارات اللي انتو بتحبوها بهارات لحمة وملح وفلفل اسود وتدعكوها كويس جدا وبعد كده تبدأوا ان انتو تجيبوا قطع قطع زي ما انتو شايفين بالشكل ده يعني ممكن تكوروها زي ما انا عامل ممكن تحطوها كده قطع قطع بدون تشويح يا جماعة النهاردة وصفة جديدة وحصرية وطعمها تحفة جدا 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 مش محتاجين انها تشم النار خالص وممكن تستبدلوا اللحمة المفرومة بلنشن بفراخ بجبن بزيتون باي حاجة انتو حبينها وبعد كده هنبدأ ننزل بالنص الجلاش التاني اللي احنا كنا سايبينه بس كده يا جماعة وصفة سهلة اقتصادية موفرة وتكافي ملحة بايب مية وعايز اقولكم في شوية تركات كده لو مشيتوا عليه هتبقى الوصفة حلوة جدا بعد كده يا جماعة نحتاج بضاية واحدة لو انتو مش عندوكم بيد مفيش مشكلة ممكن تستبدلوها بالحليب هنضيف اول حاجة يا جماعة زي ما انتو شايفين بيضة وهننزل عليها بنص كباية من الحليب وبعد كده هنبدأ نضيف رشة كده من الملح ورشة من الفلفل الاسود يعني ممكن نقول ربع معلقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود ولو بتحبوا الفلفل الاسود براحتكم لكن انا بحط رشة بسيطة خالص علشان طبعا لو في اطفال بتاكل او حاجة ما يكونش حاجة مش كويسة علشان هم بس كده يا جماعة وبعد كده هنبدأ بقى كده بالشوكة بتاعتنا هنبدأ نقلب كويس جدا علشان كل المكونات تمتزج مع بعض يعني نرجها او نربها او انتو بتقولوا ايه انا مش عارف يعني احنا عندنا بنقلب كده ايه الشوكة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده هنبدأ بقى ننزل بصوص التشريبة على الجلاش بتاعنا بالشكل ده انا بصراحة حاسيت انه هو مش هيكفي فاضفت نص كبية من الحليب تاني مع البيض على باقي الكمية اللي كانت موجودة وبعد كده هدأت ان انا اوزع بالشكل ده بالشوكة بقى يا جماعة نحاول نشكشك كده او بالسكينة علشان الصوص التشريبة اللي احنا عملناه يبدأ ينزل لكل طلبقات الجلاش علشان الجلاش بتاعنا كله يستوي وطبعا الناس اللي متابعينا عارفين ان احنا اشترينا منتجات شاتورة في المشتريات بتاعتنا فزي ما حضراتكم شايفين هنستخدم النهاردة الجبن الموزاريلا على الطريقة الايطالية من شاتورة وزي ما حضراتكم شايفين طبعا انا جبت الكيلو ده كان ب57 جنيه كان طبعا عرض عليه 50% وهو الكيلو دولت يبين ب15 حاجة زي كده بعد كده بقى يا جماعة نبدأ طبعا الجبن الموزاريلا دي حسب الرغبة لو عندكم ماشي ماشي عندكم مفيش مشكلة خالص فيه اطباق برضو بتتباع في السوبر ماركت بتكون بعشرة جنيه تباع حلوة جدا برضو مفيش مشكلة هنبدأ بقى ننزل كده بالجبن الموزاريلا على الصينية بتاعتنا طيب وحنا دتي بنعمل الجبن الموزاريلا نعمل هي يا جماعة هنسخن الفرن على درجة حرارة 200 لمدة كده 5 دقيقة قبل ما نبدأ ندخل الصينية نركز بقى مع بعض في طريقة التسوية هنشغل فوق وتحت ونحط الصينية بتاعتنا على الرف الاوسط يعني يا جماعة بعيدة عن الجزء اللي فوق بعيدة عن الشوية لمدة قد ايه لمدة نص ساعة وبعد كده هنشغل الجزء اللي فوق بس ونرفع الصينية شوية لمدة 5 دقيقة علشان تاخد معانا اللون اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي ايوه هو اللون الجميل ده طبعا انا بدخل الصينية شوية شوية عشان كانت سخنة بعد كده بالسكينة نحاول ان احنا نسلك لو اي جبن مزرلة لزقة في صينية بتاعتنا هنبدأ ان احنا نسلكها وبعد كده بالاسباتيولة هنبدأ برضو نتأكد ان الحواف كلها مفيش اي حاجة لزقة وطبعا اكيد مفيش اي حاجة لزقة لان احنا دهنين الصينية كويز جدا بالمادة دهنية بتاعتنا وبعد كده يهيلا هب نقلنا بقى الواجبة بتاعتنا او الوصفة بتاعتنا كده لطبق التقديم بس انا بصراحة شلتها تاني علشان اقدر اقطع كويس جدا وبما زيك كده بيق المخرطة بتاعتنا ممكن تقطعوا بالسكينة عادي ولكن المخرطة بصراحة بتبقى مجزية جدا ان احنا نقطع قطع صغيرة بدون ما اي حاجة تتهربد مننا وشايفين يا جماعة متورق ازاي وكله مستوي مية في المية ويا سلامة على الوش الجميل بتجيبنا المزارلة واللحمة المفرومة بقت موجودة في كل مكان عايز اقول لكم دي من اجمل واحلى الوصفات اللي انا عملتها على القناة اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكله لشان يوصل لكم كل ما هو جديد وممكن يا جماعة كمان تشيلوا الفطيرة دي في الفريزر وطلعواها وقت الحاجة كده تسخنوها ممكن تكلوها عادي بالهنة والشفاء والسلام عليكم